تشكل جزر إبارس المرجانية الصغيرة جداً في المحيط الهندي الخاضعة للإدارة الفرنسية واحة للتنوع الحيوي المحمي من النشاط البشري وتشكل مرجعاً لقياس الاضطرابات الناجمة عن الإنسان والمناخ وجزر إبارس التي تضم خمس جزر هي تروميلين وليغلوريوز وخوان دينوفا وباساس دا انديا وأوروبا والمتناثرة حول مدى قشكر لا تزال مواقع مهمة تبيض فيها السلاحف الخضراء والسلاحف سقرية المنقار وهما من الأنواع المهددة والمحمية وتمر الدلفين والحتان فيها من دون أن تواجه أي تهديد وهي تضم أيضاً أكثر من 40% من الطيور البحرية في غرب المحيط الهندي التي تلجأ إليها لتتكاثر وهذه الطيور التي هي على تفاعل متواصل مع المحيط تشكل مؤشرات حيوية مهمة إلى التحولات الحاصلة وسمحت عدة برامج بقياسها وتجهيزها بأسوار ومتابعة تنقلاتها في البحر بحثاً عن الأسماك الطائرة التي تقع أيضاً فريسة أسماك التونة وفي جزيرة غلوريوز ورغم تصنيفها متنزهاً بحرياً محمياً يمارس الصيد الحرفي غير القانوني على نطاق ضيق ومصدره جزيرة مايوت أو جزر القمر ضغطاً على الكتلة الحيوية التي لا يعرف غناها جيداً بسبب عدم وضع جردة كاملة بها وتلقى نداء للتقدم باقتراحات وجه عام 2010 53 طلباً 50% منها أمريكية والنصف الآخر أوروبية وقد تم في نهاية المطاف اعتماد 36 برنامجاً متنوعاً يراوح بين علم الزلازل والسنامي ودرس مستوى البحار ودراسة المرجان ومجموعات الأسماك الثديات البحرية أو تمدد جزائيات المياه في مؤشر إلى الاحترار المناخي العالمي وبموازات ذلك نفذت عملية واسعة لإزالة التلوث بين عامي 2009 و2011 لرفع 1300 متر مكعب من النفايات التاريخية من بينها 600 طن من الحديد و14 طن من البطاريات و12 طن من المحروقات المنتهية الصلاحية أما اليوم فتعالج النفايات اليومية وهي تشمل خصوصاً طن في الشهر من الزجاجات البلاستيكية والشباك وعوامات الصيد والأخفاف المطاطية والنفايات الطبية التي يلفظها الموج على هذه الشواطئ المحفوظة اشتركوا في القناة